الزمالك النهاردة أنه ألغي الحجز على أرصدته في جميع البنوك الحكومية والخاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية التفاصيل اللي اجتهد فيها مجلس الإدارة وبرفقته آخرين من خارج المجلس علشان يرفعوا الحجز على الأرصدة يلا نشوف أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي بعد بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية وجه المجلس شكره للسيد وزير المالية الدكتور محمد معيت والسيد وزير الشباب برياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد الدكتور فايز الضبعني رئيس مصلحة الضرائب والسيد علي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية والسيد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة النادي بكافة مؤسسات الدولة النقطة دي مهمة قوي لو أريد بين السطور يعني أنه ما تحسبناش على مشاكلنا اللي فاتت ما تحسبناش على عدم التزامنا سابقا ما تحسبناش على تراكم المديونيات علينا سابقا إحنا علاقتنا بكل المؤسسات كويسة قائمة على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة كان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة وبمجال السابقة يؤكد المجلس على أن إنهاء الحجز على أرصدة النادي كانت من ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعملات النادي المالية على كافة الأصعدة يتوجه المجلس أيضا بالشكر للسيد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق الذي قام بالتنازل عن الحجز الإداري الخاص به على أرصدة النادي المالية كواليس نحن بقى اللي جاي ده بتاع نحن بس قبل ما نستعرضه أقول لكم أنه الزمالك لا يترك فرصة إلا ويوجه الشكر حاليا لمهندس ممدوح عباس رئيس مجلس دارة نادي الزمالك الأسبق طبعا هنا على شنشال الحجز ده كان أمر متوقع لكن كمان لأنه كان داعم بقوة للقائمة مش بس كده لكن كمان لأنه كان داعم بقوة لعمل الانتخابات أساسا داخل نادي الزمالك مش بس كده لكن كمان لأنه حتى هذه اللحظة فيه فلوس كتيرة بتنفق داخل نادي الزمالك سواء للموظفين أو العمال أو بعض المديونيات بيسددها الأستاذ ممدوح عباس لدعم مجلس الإدارة الحالي لكن تعالوا نروح مع بعض إلى كوالسنا في خصوص تحركات الزمالك قبل فك الحجز على أرصدة النادي في البنوك مسؤولوا الضرائب فجروا مفاجأة للزمالك بأنهم لم يحجزوا على أرصدة النادي بل كان هناك خطاب من النادي بالحجز على الأرصدة وده حصل بالفعل وأن كل الأندية عليها مديونيات الزرائب سبق وحصلت على 57 مليون جنيه وتم دفع أربعة ملايين أخرى في الجلسة عشان يكون إجمالي ما دفعوا الزمالك 61 مليون من المتأخرات لصالح حقيقة الزرائب لكي يتم رفع الحجز على الأرصدة في البنوك وتعامل بقى جدولة والزمالك يبدأ يسدد هذه الأمور طبعا دي مش جديدة لأنه الزمالك أعلن قبل كده أنه المجلس السابق هو اللي كان باعت للمصلحة يقول لهم احجزوا على أرصدتنا لكن خلينا أقول لكم أنه النهاردة دكتور حسام المندوه أمين الصندوق في نادي الزمالك كان هو اللي تحرك بعد كده علشان يعمل حلقة الوصل بعد الاتصالات والتليفونات والاجتماعات قبل أن يخرج القرار بهذا الشكل داخل نادي الزمالك مبروك للزمالك خطوة بكل تأكيد بكل تأكيد مؤثرة ومهمة مش الخطوة الأخيرة أكيد لكنها خطوة من ضمن خطوات ينتظرها نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك الزمالك النهاردة عين الكابتن أو الأستاذ شريف مونير حسن مديرا للعلاقات العامة في النادي هو طبعا ابن الراحل الكبير مونير حسن في عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأيضا أعلن الزمالك أنه متطوع وبدون مقابل مادي فيما دعا الزمالك كل المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات السابقة لاجتماع لوضع الأفكار ولأن يكونوا جميعا يدا واحدة في دعم النادي ودي برضو خطوة كان أعلنها الزمالك في وقت سابق وأكد عليها اليوم بتحديد يوم 14 نوفمبر الجاري للاجتماع لأنه لا إقصاء لأي فرد أو طرف هدفه خدمة نادي الزمالك دعا ترجمة نانسي قنقر